حبايب قلبي خشوا بسرعة شوفوا الفيديو بتاع البلد المشوي او الشبار بطريقة البورس عادية الشبار المشوي في البيت عالبوتو جاز بسم الله ما شاء الله هو بيتكلم عن نفسه ايه رأيكم في الجمال والطعامة دي يلا لسه خمس دقائق على الفطار متأخرين بسرعة بسرعة خشوا شوفوا الطريقة ونوعات صفوة وحشتوني كتير كتير ومعنا الرز بالشعرية والطرش المشكل يلا نحط الحجسة وخشوا يلا بسرعة شوفوا الفيديو بالتفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني كتير كتير من اخر فيديو النهاردة بقى هنعمل مع بعض ايه هنعمل مع بعض السمك الشبار المشوي في البيت تمام آآ انت في المحافظات التانية بتقولوا عليه بلتي احنا عندنا هنا بنقول عليه شبار اهو ما شاء الله ده كيلو تمام هنعفره بالردة عندنا الردة هي هنعفره بالردة ونشوي مع بعض وهنعمل الدقة بتاعته وهنعمل الرز والخطوات مع بعض يلا نعفر السمك ونشوي مع حتى الصاجة هي الصانية اللي احنا بنستخدمها في الشاي هنعفره كده هون ايه مش ملكة لسه عشان ايه بصور لكم بايد واحدة وحشتوني كتير كتير معلش يا بنات انا مقلل اليومين دولت مش عارف انزل الفيديوهات خالص والعرف اعمل منتاج والعرف اعمل اي حاجة عندي عندي تنظيف وغسيل سجاد وغسيل ستاير وطبعا انتو كلكو زي ومحمد كمان تعبان وقعدى به وهدوم العيد ولبس العيد وحاجات البيت كل السنة وانتو طيبين يا حبايا بقلبي فمفيش وقت كان كان احمد ابن اخويا بعيد للسمك ده انا بحب الحجم ده والاطبر شوية ده ده شبر للشاوية حلو ابيض او هنقول عليه بولت زي ما انتم بتقوله معانا ايه هناخد اللي احنا عفرناهم بسم الله الرحمن الرحيم هنحطهم كده ما فيش وقت الساعة خمسة وربعة ملحقني شوي عابل ايه قابل ايه المغرب عشان نفتر ان شاء الله طبعا الشابار او البولتي بنعمله مية بنغليله مية ناشية دقة بتاعته بنغليله مية يلا هنسيبه كده ونرجع تاني ياخد بس وش الجنب التاني يتشاوه ونقلبه مع بعضين هاي يا حبايب قلبي بصوا لسه 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 بارك بنقلب ده كده عنديك ده اه بسم الله ما شاء الله صلوا عن气 يا حبايب قلبي وحشلوني كتير كتير ساعت ما بيبقاش في وقت بنزللكو الصور بس بتاعة الاكل. وما بيكون فيه وقت قدامي بقى ايه بعمل لكم فيديو عاستريع كده. وهنفضل ان شاء الله. وهنعمل احلى فيديوهات مع بعدينا. عايزة برضو اصور لكم ليه بسي العيد. والحاجة اللي انا اشتريتها للبيت. ان شاء الله. نفزل لكم الفيديو بكرة ان شاء الله. هنا عملنا المية بتغليه. لسه ونقفها وعملين روز بشعرية. وده بقيت السمك. لسه لسه عايزة يستوى بس شوية بعدين نقلبه. هنشوفوا بقى كده مع بعض. انا شعارف احسن ان الصادة مش مزبوطة. عمل نور. لان فيه حاجات ايه استوى وحاجة اطلعها. هنقلبها كده. ادي ايه? على جهدها كده شوية. الصادة طالع. على ايدي مش قادرة. هنسيبه كده شوية. ونروح نحضر ايه? الملح والحاجة بتاعة الدقه. حبيب قلبي. معانا الدقهية. بتاعة المية. بتاعة الشرشة بتاعة السمك. آآ ملح. طبعا ملح كتير. وخضرة. شبهة وبقدونس وكسبرة. وهارسة شطة. وشوية شطة آآ آآ بس الشطة دي يعني بردة. بس بطيط راحة حالوة. وطوم مهروس. وكمون وبابركة وبهارات سمك. ننزل بهم كلهم كده. في المية ايه? في المية اللي بتغليل. وحنسيبهم يغلوا غلوة مع بعض وندفع عليهم. ومعانا الروس دي هنا هوت خلاص. وليس ايه السمك هو بسم الله ما شاء الله. هنقلوا بقى ونطلعوا. اهو يا بنات طلعنا اول دور. يلا هنحط الدور التاني. بسم الله رحمن الرحيم. ما ننساش بس ايه نحط شوية ردة كده عشان السمك ما يلزرش. لان في اتنين لزقوا معي عشان انا نسيت ايه? نسينا نحط الردة. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا واحنا حضرنا الدقة بتاعة السمك خلاص. وطفين عليها. والرز. وعندنا ايه? دورش جميل. نشكل. كمان? دو واحدة كمان. هنطلع الدور ده وهيبقى فيه دور تاني كمان وخلاص. ان شاء الله. ودي الدقة هيت. طبعا يا لونها كده عشان ايه? الحاجات اللي احنا حطناها فيها. نغطيها بها عشان تفضل سخنة. والرز خلاص. معادش ايه? الا السمك. نعم ما شاء الله. طبعا يا بنات الصينية دي احنا عاملينها للشاوي من يوم ما اشتريتها وعملنا فيديو البوري. البوري المشوي في البيت. انا طبعا المطبخ بعيد شوية لجوة عن عن البيت عندي. فتحة الشفاط وجنب الشباكة هوت. فايه? الدخان بيطلع على برا. وفتحة المروح في البيت وكده. لسه طبعا التنظيفات لسه للحمام. تنظيفات العيد. لسه للحمام ولسه المطبخ. مطبخ نستي الشباكة النهاردة مفتوح. وكان في عاصفة كده برامل. طبعا ده كل لسان طيبين الهوى اللي هو الخمسيني بتاع شامل نسيمه كده. بيبقى فيه هوا بطراب وكده. فنستيه مفتوح وخلى المطبخ كله طراب عندي. فبعد الفتار ان شاء الله عايزين ايه? نعمله تنظيفة عميك. والحمام. انا خلصت الانتريه. وقط النوم وقط الاطفال. وغسلت الستير والسجاجيد والمشات وكله. الحمد لله. وغيرت الجرائع والشيلت السيف وحطيت الشتوي. وحطيت ستير تانية نظيفة وغسلت الوزخيل. ولمتهم. معتش بس للمشات عالحط وشوية غسيلة. كله سانوا طيبين. السيتات يعني مطحونين والله. والله العظيم السيتات دول مطحونين. احنا لينا الجنة. احنا لينا الجنة الله. ما شاء الله علينا يعني. سيتات بيوت شطرين. والله كان عندي عندي جنبري وعندي شت سمك ده. فقلت الجنبري عايز وقت عشان التقشيره وكده ما فيش وقت. كنت شغلت في في الانتاريه. والباب الباب بتاع الشقة كان كله طراب والباب الحديد. طبعا عملت كل ده. عامل ما دخلت المطلق بقى اعمل السمك. يعني السعى بقت خمسة. ما تنسوش يا حباب قلب اللايك والاشتراك في القناة. اللايك يا حباب قلب عشان الفيديو بس يرتفع ويتشاف. حباب قلبي وبشكر كل حباب قلبي اللي داخلين جدادة عندي في القناة وشرفتوني ونورتوني. كل اللي عندي في القناة والله مش عرفيني ومنوريني. يلا هنخلص السمك ونشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه? خلصنا يا حباب قلبة هوت الكمية بتاعت السمك كلها. شوناها هيت. ما شاء الله. اللهم بارد. يلا نحطوهم باقي في الدقة بتاعته. نشير بس قصة سخنة سخنة. سخنة نار. اهو. اهو بسم الله ما شاء الله. شوفوا الجمال. مشوا في البيت. ما عندكش وقت. تعملي سمك يعمليه في البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطو كده هوت في الدقة لازم المية تكون سخنة. احنا هنحط عشر دقايق. يتملح. وبعدين نصف من المية ديت خالص. طبعا دوت ليه طريقة البولتي او الشبار? ليه طريقة غير البوري خالص. البوري ما بتحطلوش مية. البوري بيترش عليه الملح والشطة بتاعته والكمون. وبيتعصر عليه لمون. وممكن نكون عاملين دقة كده في ازازة. بيترش عليه بسيط. تمام? خلي بالك عشان ايه? ما يتهراش منكم. بالراحة كده تدوسوا عليه بالراحة. بالراحة خالص كده. بس هنجيب بقى معلقة. معلقة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحاول ايه? يبقى كله ايه? اغطفان في الدقة بتاعته. عشان القشرة تبقى طالع معاك سالسة. ويتقشر بسهولة. وكمان تلاقي طعمه حلو ايه? ومبهر ومملح وجميل. وحاجة انت عاملها بايدك في البيت. بس يا انا. هنسيبه بقى ايه? شوية. هنقفل عليه. نسيبه عشر دقيق بس. بعد كده نصفيت. واحنا الرشد هوت خلاص. هنغرب. ونرجع تاني. خلصنا يا حباب قلبي. طلعنا السمج كله. وحطناه في الدقة بتاعته زي ما انتم شفتم معايا. وصفناه. ورصناه هوت في الصينية. بصوا ما شاء الله. بصوا الدقة بتاعته. وعصرنا عليه لمونة. وحطنا بقى ايه? شوية طماطم كده ايه? طبعا العين بتاكل قبل البق طبعا. فاحنا لازم ايه? يعني احنا صايمين بقى وجعانين وكده. لازم ايه نخلي الاكل كده باسم الله. ما شاء الله كده ايه? ايه رأيكم بقى? ايه دي طريقة البولتي المشوي. زي ما اتفقنا يا حباب قلبي. اهو. نعمل كل حاجة في البيت. وعملنا هنا الرز بالشعرية. ما شاء الله. اللهم بارك. صلى على النبي يا حباب قلبي. وعندنا هنا طبعا ايه? الطرش المشكل. انا بموت في الطرشين. الفلفلة طبعا ايه? والخيار وكله جميع. جميع المخلل معادة ايه? الطماطم دي بتاعت محمد. محمد المخلل ده حرق جدا. وهم برداش ياكله. فقطع له دايما طماطم كده. لازم بايه? بيبلع بها مع الاكل. تمام? لسه خمس دقيقة على المغرب. هنحط الحاجة الساعة. ما عملناش عصير برضو النهاردة متأخرة بسبب تنظيفات العيد. فهنحط حاجة ساعة. وعندنا قطايف. وصوما مقبولا. وافطارا شاهيا. ما تنسونيش في اللايك. والاشتراك في القناة. وتفعيل الجرس. يا حباب قلبي. يلا اقولوا ليه رأيكم? في الشبار المشوي او البلد المشوي في البيت. اهو. بسم الله ما شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. استودعكم. باي باي مع السلامة.